امبارح خلال جلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ضمن فعليات جلسات اليوم التاني من مؤتمر حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز وجه سيادة الرئيس الشكر لرئيس مجلس الوزراء على تحمل ضغوطها إلى خلال الفترة الماضية في كل كلمة قالها الدكتور عاصم وقالها الفريق كامل في كل نقطة اتعرضت أو ما اتعرضتش ده كان محل جهد وإرادة ان البلد دي تتغير من الواقع اللي موجودة فيه لواقع تاني خالص وبصراحة يعني اتصور ان كل وزير كان معني بشغله لكن برضو دولة الرئيس كان موجود معانا وهو اكتر اكتر شخصية تحملت ضغوط هائلة كمان مبارح خلال مؤتمر حكاية وطن وجه سيادة الرئيس وزير النقل بالانتهاء من تطوير ميناء الإسكندرية عام 2025 سيادة الرئيس قال الدول اللي بتعاني من ظروف اقتصادية صعبة مفيش قدامها غير الأفكار دول اللي ظروفها الاقتصادية صعبة ملهج غير الأفكار لما كامل بيتكلم على ميناء اسكندرية هل تتصوروا ان درجة الاهمال لميناء اسكندرية ان الناس تخش تعمل جوا مدرسة وعمارة والاسكان والعشوائيات تصل لكل حتة للظاهير الخلف للميناء وانا احنا لما نيجي نخلل الناس الفريق كامل يدفع 2000 شقة عشان نشيل الناس من جوة عشان نعمل الظاهير الخلف للميناء الملحوظة اللي هقولها ليكو للدكتور عاصم انا ما عرفش حاجة اسمها 2030 حتى لو انا مش موجود معاكم احنا منتكلم 2025 2025 الدكتور مصطفى 2025 2025 يا كامل مش مين اسكندرية يخلص 2030 لازم ده يخلص 2025 نقول موانينا جهزة سكاكنا الحديد جهزة الطرق بتاعتنا جهزة بكل شيء سيد رئيس وجه كمان مجلس النواب اعداد قانون متكامل يعالج قضية الاجارات الاديمة وقال ان قانون الاجارات الاديمة بيتسبب في تواجد حوالي 2 مليون وحدة سكنية شغيرة انا حقول لكم وحقول لعضاء البرلمان موضوع الوحدات الشغيرة يا دكتور عاصم اللي اتنين مليون اللي انت اتكلمت عليهم ما لم يكون فيه يا جماعة قانون يخلي الناس تنسى ثقافة الخوف على الوحدة السكنية اللي ممكن تديها لحد هتفضل الفكرة دي غير قبلة للنجاح مخبرة لك يا دكتور مصطفى لانتشكل ثقافة خلال السنين اللي فاتت الخوف على الوحدة السكنية ليه؟ لان طبعاً المحامين والقضاء والقوانين كانت بتبقى تقف دائماً عقب ما بين احساس بالاطمئنان الشديد لصاحب الشأ او صاحب البيت وبالتالي هو بيفضل ان هو اللي يباحها او يقفلها يقول لك انا اخد مثلاً ايجار خمسمة جنيه ولا الف جنيه في الشهر لمدة سنة ولم يجي ما يدفعش او لو يجي اقول لك انا عايزها ما يدهنيش طب خليها احسن بنقص الالف جنيه كده يعني ما لم يكن فيه قانون قوي حاسم سريع للموضوع ده هتفقد لاتنين مليون كمان انبارح سيادة الرئيس قال ان الهدف من توفير وحدات سكنية اجتماعية هو ان اهالينا من دوي الظروف الصعبة يتطمنوا ان الدولة مش هتسبوا انا بس هاخد نموذج واحد اللي قاله الدكتور عاصم في الاسكان وقال ان احنا عملنا تلتمية الف وحدة تقريبا بخمسة وتمانين مليار وقال ان احنا فرشنا الوحدة دي كلام ده احنا قلنا كتير قلنا كتير وكان الهدف منه ان احنا كدولة نعبر لأهلنا اللي ظروفهم صعبة على ان احنا مش هنسيبهم اذا كنا بنفهم كلنا يعني امن قومي مش هتستكتروا اللي احنا بنعمله ده واكتر منه طب احنا تعملين كده ومعناش نعمل كده ايوة عشان ما بقاش عندك ثغرة يتم استخدامها في نظم الحرب الحديثة في هدم الدول